اعتمدت اللجنة التنصقية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الترشيح المشترق لمصر والاتحاد الأوروبي لرئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب لمدة عامين حيث تتولى مصر رئاسة من مارس 2023 إلى مارس 2025 بينما يتولى الاتحاد الأوروبي الرئاسة من سبتمبر 2022 إلى سبتمبر 2024 وأوضحت وزارة الخارجية أن مصر تعتزم خلال فترة الرئاسة المشترقة للمنتدى البناء على الخبرات المتميزة التي تتمتع بها في مجال مكافحة الإرهاب للدفع قدما بتنفيذ وثيقة الرؤية الاستراتيجية للمنتدى 2021-2031 وتعزيز فعالية المنظومة الدولية لمكافحة الإرهاب ودعم جهود الدول الأعضاء في تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فضلا عن تعزيز الاهتمام بالقارة الأفريقية وإلاء الاهتمام اللازم باحتياجات الدول النامية ترجمة نانسي قنقر